بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات سلسلة تبسيط العلوم وبنأكد على موضوع تبسيط العلوم بنتكلم النهاردة في فرع جديد من فروع علم النبات وهو التصنيف النباتات الزهرية وده هنعمله بلاي لست او قائمة تشغيل في القناة ان شاء الله بنبدأ الفيديو او سلسلة الفيديوهات بتركيب الزهرة اشمعنا تركيب الزهرة هايقول لي واحد يقول ليه بطرع لا طب ليه اشمعنا الزهرة هو اسم تصنيف نباتات ايه زهرية فبيعتمد على وجود تركيب الزهرة في النباتات الزهرية بما فيه من تنوع كبير جدا خلاص فبالتالي بنقدر نعتمد عليه الى حد كبير مش بالكامل لكن الى حد كبير في تصنيف النباتات الزهرية وفقا وبناء على ملكونات الزهرة طب هي الزهرة دي بتكوين ايه بالنسبة او تمثل ايه بالنسبة لرماتات الزهرية هو التركيب او العدو اللي بيحتوي على أعضاء التكاثر المذكرة واعضاء التكاثر المؤنس عشان زي ما احنا شايفين في النبات الزهرية وبيبقى فيه جزء تحت الارض اللي هو الروت سيستيم وفيه الشوت سيستيم او الستيم بيبقى شايل الاوراق والبراعم وكذا بيبقى شايل كمان للأظهر زي ما احنا شايفين اللي هي بعد اتمام عملية التلقيح والاخصاب بتتحول الى الثمار ما هي مسؤولة عن التكاثر هي موجودة فين في النبات بتبقى موجودة اما في فرع الجانيبي زي ما احنا شايفين كده طلع من فرع جانيبي او بينتهي بيها الفرع الاساسي او البرانش الاساسي بتبقى بتنتهي بزهرة يعني طيب تركيب الزهرة بقى دايما بنقول محيطات الزهرية ليه بنقول محيطات اقول للحضرتك واقول للحضرتك ان حضرتك لو بصيت كده بالشكل ده كده هنا هتلاقي ايه هتلاقي حضرتك لو بصينا الزهرية ممكن يشوفها بمنظر جانيبي زي على يمين زي ما انا مشاول كده او من الطوب فيو بشوفها من فوق او حتى من تحت بالشكل ده كده فبلاقي ان كل المحيطات او اللي هي المكونات للزهرة بتبقى في شكل دائري محيط داخل محيط وهكذا لو بصينا للرسمة دي هنلاقي نفس الكلام ادي المحيط الخارجي هنا ده منظر السفلي خلاص لوم المنظر العيو هنلاقي المحيط وبعدين جواه محيط تاني وبعدين للداخل محيط تالت وبعدين المحيط الرابع هم اربع محيطات نعم اربع محيطات لو كنا بصينا هنا للزهرة هنلاقي اه الزهرة بيبقى ممكن العنق بتاعها اللي هو بيحمل هذه الزهرة بالشكل ده كده ممكن يكون موجود وممكن لا اه لو بصينا مع بعض هنا كده هنيجي هنا كده هنلاقي ان الزهرة بتبدأ بعنق الزهرة ممكن تكون عنق الزهرة موجود اللي هو او الزهرة المعنقة او الزهرة الجالسة زي الصورة اللي علمين وزي الصورة دي ده مثال لها موجود هناك. بنيجي بنتكلم بقى على الزهر. اهو. ادي العنق بتاع الزهرة موجود. وادي المنطقة المفلطحة اللي انا بشاور عليه دي التخت. التخت دي وظيفته ايه? وظيفته انه بيشير كل محيطات الزهرة الاربعة. هو لها اربع محيطات اه زي ما حنشوف دلوقتي كده. الاربع محيطات دول هو عبارة عن ايه? لو رجعنا تاني للشكل هنا. حنلاقي التخت اهو. ليه تلات حالات اما بيكون مقعر او مسطح او محدب. وده حنشوفه في وضع الزهرة حالا دلوقتي. هذا التخت او جزء المفلطح من الزهرة بيشيل اه نوعين من المحيطات. محيطات غير اساسية. ليه بنقول عليها كده? لانها غير مسؤولة عن التكاثر الجنسي. وحنشوف هما ايه دلوقتي. وبنلاقي هنا محيطات اساسية اللي هي مسؤولة عن التكاثر الجنسي. فبنلاقي المحيطات غير الاساسية دي اللي هي عبارة عن الكأس. الاجزاء الخضرة. والتويج اللي هو الاجزاء الملونة. هنتكلم عن الكأس بتفصيل? اه. هنلاقي بقى ان هو ايه? اولا ان هو وصفته ايه الكأس? حماية الزهرة وهي برع. طبعا من صفات الكأس ده بقى عدده كم الوحدة بتاعته? الوحدات بتاعته اللي هي السبلات. كم كم سبلة? خلاص التراقب بتاعها. التحمها. ده كله هنشوفه. طب وبالنسبة للتويج اللي هي الوحدات بتاعته البتلات. دي مسؤولة عن جذب الحشرات للمساعدة التلقيح الحشري. والاسباب اخرى يعني. خلاص? كفاية ان هي شكل جمالي لك حان بنتكلم بقى علميا بقى الفيتاتها ايه? ليه ملونة? ليه كذا? ليه كذا? بالاضافة للرائحة بتاعتها طبعا. التويج نفس الكلام بنشوفه عدد الوحدات اللي هي البتلات تراكبها والتحمها. ده بالنسبة للمحيطات اللي هي غير اساسية. طب يبقى المحيط الخارجي الكأس. المحيط اللي جوة التويج. نيجي بعد كده بقى بنلاقي محيطات مسؤولة عن التكاثر والجنسي. هنلاقي المحيط التالت اللي هو الطلعة او الاندريسيام. خلاص? اللي هو بيتكون من ازدية. السوداء حنشوف بعقد الازدية دي كام? ترتبها مع البتلات زي ما حنشوف دلوقتي. والهي ملتحمة ولا لأ? الطلعة ده بيتكون من ايه? من جزء ايه? بيكون من خيط اللي هو عبارة عن بيحمل الموتوك اللي في حبوب اللقاح. طول الخيط ده مهم اه مهم زي ما حنشوف. وبنشوف التحام والاطوال بتاعته. الموتوك اللي هو جزء النهائي خالص زي ما حنشوف في الرسم دلوقتي. اللي هو بيحمل حبوب اللقاح. شكله ايه? طريقة التحام بالخيط ده كله حنشوفه والتحامه مع بعض طبعا. بنجي للمحيط الرابع والاخير اللي هو في مركز الظهرة ده اللي هو المتاع او الجنسيام اللي بتهوم من كرابل. بنشوف عدد الكرابل دي. بنشوف التحامها. بنشوف ارتفاحها بالنسبة للزهرة. اللي هو ارتفاحها ده اللي هو كان ليه علاقة بموضوع التخت. هل هو مقعر ولا مسطح ولا محدد. طب هو المتاع ده بيتكون من ايه? او الكرابل بتتكون من ايه? تحت خالص اول حاجة موجودة على التخت المبيض. ده بيحتوي على البويضات اللي هي بعد عمية التلقيح والاخصاب بتتحول لثمرة. طب بنشوف شكله عدد حجراته وضع المشيمي الى اخر. يعني ايه كل ده? هنعرف دلوقتي. وبعدين بيطلع منه قلم انبوبة صغيرة. دي بتصل المبيض بمين? بالميسم. الميسم ده جزء مفلطح صغير لشكل للون لملمس. وده مسؤولة عن التقاط حبوب اللقاح. طب بنشوف كل بقى الشرح اللي احنا بنتكلم فيه ده على الظهرة الفعلية بقاه. ادي الظهرة بالشاخ ده كده. بنبدأ بعنق الظهرة ازا كان موجود عنق الظهرة اهو. وبعدين بنلاقي تخت اللي هو الجزء المفلطح اللي هين. اول محيط حيقابلنا المحيط الاخدر ده اللي الاوراق والخضراء الصغيرة دي اللي احنا قلنا عليه هي عبارة عن ايه عبارة عن سبيلة اللي هو الاخدر ده السبيلات اللي هي وحدة الكأس. المحيط اللي بعد منه حلاقي الاوراق الملونة دي. كل دي عبارة عن اوراق اه هنعرف دلوقتي حالي. ليه بنوى عليها اوراق? لان في نظريات التطور بيقولوا ان المحيطات الاربعة دول سواء الكأس او التويج اللي هي السبيلات والبيتلات والاسدية وحتى الكرابل جايين من اوراق زي ما هنشوف دلوقتي. فبنلاقي الاوراق الملونة اللي بنسميها بيتلات دي وحدة التويج خلاص اللي هو البيتل او الكورونا اللي كورولا تأسف معلش باحنا نتنوسم بالكورونا فعلى لسنة يعني ربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم من كل سوء يا رب. بنيجي بعد كده نلاقي المحيط التالت للداخل يبقى كده المحيطات الغير غير الاساسية ما اللي همش علاقة بالتكاثر الجنسي. نيجي نلاقي الوحدات بقى ايه اهو اللي هو المحيط التالت اهو اللي هو الخيط الطويل ده وجوا وفوق منه الفصوص دي ده اللي هو عبارة عن ايه الفلامنت او الخيط وبعدين بنلاقي الاربع فصوص او فصين او فص واحد ده حسب النوع النبات ده بنسميه الانثر او الموتوكو اللي هو جوا حبوب اللقاح. الخيط ده او الفلامنت ده بيمتد لفوق للمنطقة اللي هي وصلة ما بين جوه في وسط او في مركز الموتوكو الاربع فصوص او الفصين. الحيطة ده بنسموها الكنكتف اللي هو الجزء اللي هنا ده وليه ذكرناه هنعرف حالا دلوقتي. طب نيجي للمحيط الرابع اللي في النص والاخير اللي هو عامل زي الدورة ده بالشغل ده كده وهو فعلا عامل زي الدورة بنلاقي بتكو من المبيض ده طالع برضو فين على التخت اهو المبيض ده بيحتوي على مين؟ بيحتوي على البويضات سواء بويضة واحدة او اكتر وعدد من الحجرات زي ما هنشوف وبنلاقي كمان الجزء بقى اللي هو القلم اللي هو الجزء الانبوبي ده وبعد بينتهي بالميسم اللي هو جزء المفال تحدا. يبقى ده وحدات الكربلاء لو بصينا كده حنلاقي اهو ده اقطع طولي في الظهرة حنلاقي العلميين اللي نعملو ده. ده عبارة عن اللي هو الاستيمين او الطلع دي وحث ده وحدة الطلعة. او الستيمل او الاندريسي. وهنا ادي الكربالة هي. الاتنين دول دول اعضاء التكاثر الجنسي. المذكرة اللي هي السوداء والكربالة اللي هي المؤنسة. ودول موجودين في الداخل. من اللي برة بنلاقي السبلات وبنلاقي البتلات. هو لازم ده كله يكون موجود. حد طبعا احنا لاحظنا هنا حاجة. في جزء منتفخ هنا. في جزء منتفخ هنا اهو الزائدتين اللي هما اللي انا كاتب عليهم اهودة رحيق. اه. هو لازم في المكان ده. لا مش شرط الحقيقة. لو كبرنا الشكل ده شوية كده اهو. هنلاقي ايه? هنلاقي غدط الرحيق دي عبارة عن انسجة بتفرز رائحة اه جميلة او همش هم تبقى جميلة بالنسبة لنا او كده لكن هم تبقى جاذبة لنوع معين من الحشرات عشان عمية التلقيق الحاشة زي ما هنتكلم في الفيديو مستقل يعني. بتبقى موجودة في غدط الرحيق دي في اماكن كثيرة. فممكن نلاقيها عبارة عن زوائق صغيرة بره فبنسميها خارج الاسدية او داخل الاسدية او بنلاقي الاسدية نفسه اللي هو السوداء كلها ايه عبارة عن رحيق اه غدط رحيق يعني او جزء منها خلاص فادي الغدط الرحيق بنلاقيها في حتة التانية اه ممكن نلاقيها السبيلة بالكامل احد السبيلات واحدة بتتحول الى غدط رحيق او جزء منها او البتلات او بنلاقي ايه بنلاقي التخت اللي هو الجزء اللي تحت ده لو انا في الجزء ده اللي هو التخت احيان بيمتد جزء منه عشان يحيط بالمبيض اذا كان المبيض حيبقى سوفلي زي ما حنعرف يعني ايه سوفلي الجزء ده بيسميه هيبانثيام الهايبانثيام ده ممكن يبقى النسيج بتاعه هو عبارة عن غدط رحيق ممكن موجود في حتة تانية اه ممكن تبقى موجودة فين ابص سلاقي امهو الاقي تحت المبيض المبيض نفسه الاقي تحته قرص كامل من غدط الرحيق او اجزاء من المبيض بقت غدط رحيق او اللي هو الجزء اللي فيه ده اللي هو خاص بالميسم كل دي احتمالات اه اه ممكن الاقيها كمان هنا في الجزء ده في اعلى ما بين المبيض وبين القلم ممكن الاقي جزء من القلم وهكذا دي كلها اماكن متنوعة لوجود غدط الرحيق هو لازم الاربع محيطات دول اللي حاش قلنا عليه ويكونوا موجودين في الظهرة الحقيقة لا تعالوا تشوف مع بعض كده هنا هنبص كده هنلاقي هنلاقي هنا مثلا الظهرة اللي على اليسار دي موجود فيها السبيلات والبتلات موجودين في ظهرة تانية الاقي لا ان طبعا السبيلات والبتلات مع بعض بنسموهم بريانس او المحيط الزهري فممكن هنا الاقي ايه الاقي هنا في اللي قدامي دي البتلات بقت مش موجودة والسبلات بقت ملونة فمنسميها بتاليويد او الاقي السبلات موجودة والبتلات تسختت فقط او الاقي البتلات وقعت خالص هي والسبلات هنا السبلات مسلا موجودة دزء صغير ما فيش بتلات خالص ممكن ما يبقاش فيه اندرسيم اللي هو الاسديا مش موجودة بل ايش هنا الكربالة بس الطلع مش موجود يعني هنا بتلات مش موجودة ولا مين ولا الاسدية طب هنا الاسدية بس وما فيش كرابل وما فيش لسبلات ولا بتلات وهكذا يبقى فيه اشكال متنوعة طيب لما بنيجي نشوف كمان الظهرة الحقيقة بنلاقي ايه زي بشيح لقولنا ان فيه عنق اه لما بيكون فيه عنق ده ساعات بنلاقي بقى فيه جزء بيسموه براكت اللي هو هنا ده بيسموه قنابة واحيانا ألاقي هنا اجزاء صغيرة تانية شبه القنابة دي بيسميها صغير من كلمة قنابة يعني زوائد ألاقيها على العنق أو ألاقيها طلع على الكأس بالشكل دي بقى القنابة الاساسية هي واحدة غالبا اذا كان فيه قنابات فبلقيها بقى يا اما على العنق أو ألاقيها على الكأس نيجي كمان نبص هنا احنا قلنا الازهار ممكن تبقى كاملة او لا لو بصنا على الرسم اللي على اليسار دي هنا الازهار دي بتسميها لو فيه حاجة مش كاملة بتسميها ظهرة غير مكتملة فبنلاقي هنا في الزهرة البيضة اللي قدامنا دي البيتلات مش موجودة طب حد يقولي يا طرعالي أمال ايه اللي ظاهر ده لا دي السبيلات بس واحدة لون البيتلات يعني ملونة مش خضرة لان السبيلات كلها بتبقى خضرة احيانا بتبقى ملونة فيه بسميها بتالويد أو بتلية سبيلات بتلية يعني بقت ملونة نقصد بها كده يعني خلاص طيب احيانا تانية ان ممكن تبقى الأزهار زي ما احنا قلنا كده ما بتبقاش مكتملة فمنلاقي السبيلات والبيتلات مش موجودين فلو جيت بصت لأي زهرة من دول ألاقي العنق اهو ألاقي أعضاء التقاصل المذكرة والمؤنسة وما فيش لا سبيلات ولا بتلات يبقى دي الأربع محطات بتوع الزهرة ممكن يكونوا موجودين أو ممكن لا هو الحقيقة كمان في حاجة كمان هو الزهرة دي طب ممكن تبقى مذكرة وممكن مؤنسة ايوة ازاي لو بصينا كده اهو حنيجي هنا تعالى نبص الزهرة تاني هنا مثلا ألاقي فيه ممكن نبات بالكامل أزهاره مذكرة ونبات تاني أزهاره مؤنسة فالحالة دي أقول إن النبات ده ثناء المسكن يعني لو فيه نبات كل الأزهار بتاعته مذكرة وفيه نبات الأزهار بتاعته كلها مؤنسة ثناء المسكن طب لو اللي اتنين يعني برضو المذكرة لوحده والمؤنس لوحده كزهرة لكن النبات بيحمل أزهار مذكرة وأزهار مؤنسة بس على نفس النبات يبقى أوحادي المسكن سكنين مع بعض يعني هي الظهرة المبينة نقطع فيها الحقيقة الأصهار تلت حالات طبعا فيه حالات كتير نسيت أقول إن أنا بشرح دلوقتي ده موجود بصور متعددة في مراجع مختلفة يعني اللي أنا بقوله ده لو حضرتك رجعت لمراجع اللي عنده حضرتك في الجامعة ممكن تلاقيه في بعض الاختلافات في المسميات وفي الأنواع أزياد أو أهل مش معنى فيه حاجة كده غلط لا كل مرجع وحسب فيه اختلافات في المراجع ففي التسمية وفي الأعداد الأنواع نجي هنا لأييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أقطعها بالطول بأكثر من محور يبقى دي بيسموها ريديال أو أكتينومورفيك يعني أن هي زهرة متنظرة متنظرة يعني أقطعها بالطول إلى نصفين متماسلة اللي في اليمين زي في اليسار النصفين زي بعض كانهم زي المريا يعني أو بنسميها أحادية المقطعة يعني أحادية يعني مقطعة واحد فقط ده هنا ريديال اللي هي شعاعية أو بيسموها أكتينومورفيك هنا بيسميها ايه احادية المقطع ليه بقى بتقد نصين اثنين بس يعني هو في مقطع واحد اللي هو مقطع واحد يقسمها النصين متماثلة وقادي اشكال الازهار فيه بقى asymmetrical يعني غير متماثلة على الاطلاق يعني مش ممكن اخد قطاع طولي خلاص باي محور باي محور ويديني نصين متماثلين حقطعها اه لكن النصين حيبقوا غير متماثلين نتيجة التركيب غير متماثل بتاعها الاشكال بتاعتما هي زي كده الظهر اللي على الازهار دي اقدر اطعها بقى اكتر من شكل اه اقدر اخد قطاع من هنا بالطول كده او من هنا او من هنا يبقى اقدر اخد اكتر من قطاع يبقى دي زهرة متناظرة انما اللي في النص دي وحيدة التناظر ليه وحيدة لانه هو قطاع واحد بس لازم اخد بالطول كده خلاص يعني الخطاء لو في اتجاه ده ما عصدش بالعرض متأسف احنا كده ناخد قطاع طولي فلو خدنا في الاتجاه ده حيطلع عن نصين زي بعض اي اتجاه اخر لا اما الظهرة اللي على اليمين دي فدي غير متناظرة يعني لا يمكن ان ناخد فيها قطاع طولي ويطلع عن نصين زي بعض نتيجة تركيبها المميز طيب نروح مع بعض كده بقى نشوف المحيطات واحد واحد حنشوف المحيط الاولاني اللي هو الكاس اللي هو الوحدات بتاعته السبيلات وعدتنا ان هو مسؤول عن حماية الظهرة وهي برعم خلاص وحنشوف المميز فيه فبنلاقي مثلا اول حاجة بنشوف اللون في الكاس ممكن هو اللون الطبيعي او المعتاد الاخضر مش هنقول الطبيعي المعتاد الاخضر لكن ممكن تبقى ملونة المعتاد اللي هو زي كده اهي السبيلات لونها اخضر لكن احيانا بتبقى ملونة ايا كان اللون ده فبيسموها بتالوريد او سبيلات بتلية ليه وصفناها بتلية لان البتلات هي الملون طب ده من حيث اللون من حيث عددهم بقى من حيث عددهم سواء السبلات او البتلات اما الظهرة دي بنسميها ظهرة ثلاثية يعني ثلاثة وحدات بس سواء السبلات او البتلات او رباعية او خماسية الظهرة الثلاثية دي خاصة بالنباتات الزهرية اللي هي احدية الفلقة اللي هي البزر بتاعتها فيها فلقة واحدة بس اما النباتات زواط الفلقتين فبينلاقيها رباعية او خماسية او المضاعفات بتاعتها يعني يبقى دي من حيث العدد نيجي من حيث الالتحام يعني هل السبيلات سايبة اهو الاقي هنا ادي الجزء الاقدر ده السبيلة دي ودي سبيلة لحالها ما فيش التحمة بينه انما هنا لا الاقي فيه التحمة الالتحم ده ممكن بقى يكون جزء صغير ممكن وصل لهنا ممكن التحمة لغاية اخر السبيلة بالطول كله درجة الالتحم بتفرق من نبات الى اخر يبقى فيه سبيلات سائبة وفيه سبيلات ملتحمة طب سواء السبيلات بقى او البتلات لما اجي ابص من فوق اوصل الزهرة بيبقى فيه حاجة اسمها تراقب سواء كانت سائبة او ملتحمة يعني علاقة كل السبيلة باللي جنبها فاحيانا بلاي الترتيب بالشكل ده يعني مفيش واحدة قدام واحدة واحدة متأخرة واحدة متقدمة لأدلو جنب بعض الحواف بتاعتهم جنب بعض بالزب فدي بنسميها زهرة مصراعية او فالفيد تمام احيانا لو فيه مسافات هنا كبيرة سعب يسموها اوبندة او مفتوح لكن ده مش موضوع هتلاقي في مراجع كتير اشكال تانية غير دول وقادي الزهرة بتاعتها اهي بالشكل ده طب تعال للنوع التاني عايزك تبص معايا كده بص الاي سبيلة من دول هتلاقي فيه طرف برا وطرف جوه طب وهنا برا جوه ده للخارج وده للداخل للخارج للداخل وهكذا الخمسة بش نفس الشكل فده بيسميه ملتف الالتفى ده ممكن يكون مع عقارب الساعة او مع عكس عقارب الساعة لكن هو ملتف اهو زي ما احنا شايفين النمازج اللي قدامنا هنا اهي نيجي للنوع التالت بقى لو بصيت كده معايا هنلاقي وحدة للداخل الخلفية دي للداخل وحدة هنا للخارج التلاتة البائين دي زهرة خماسية التلاتة التانين واحدة طرف وطرف 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 يعني واحدة بالكامل للداخل واحدة بالكامل للخارج واحدة طرف وطرف زي اللي زي ما ها شايفين كده خلاص اهي اللي على اليسار دي الاصفر دي دي للخارج دي للداخل دي طرف وطرف ودي طرف وطرف واحد داخلي واحد خليجي ودي نفس الكلام طب نيجي للنوع الرابع اللي هو بيسموه كوينسي اهو بالشكل ده كده سنجد اثنين للخارج وثنين للداخل بالكامل وحدة هي للطرف وطرف مثل الظهرة اللي قدامنا هنا اهو لو انا بصيت سنجد واحدة للداخل ودي كلها للداخل ودي للخارج وهنا طرف وطرف طب تعال بص للشكل اللي هو الغريب ده شوية بيسموه تنازلي ليه تنازلي اللي هو الخلفية اللي بره دي كلها بره وبعدين الاقي واحدة كلها بالكامل اهو الاتنين ادي واحدة ودي كلها للداخل خلاص يبقى دي للخارج بتحيط بالاتنين دول والاتنين دول بيحطوا كده يبقى كل واحدة بنزل مستوى بنزل مستوى دي كلها بتبقى للداخل دي اشكال بالشكل ده التحت ده ده منظر علوي طبعا دي نفس الظهرة اهي لكن هنا لو انا شايفها من فوق طبعا احيانا بتكون الظهرة لو مفتوحة او كبيرة ممكن ما قدرش اميز الموضوع ده اوي طب هو انا بشوف التراكب ده زي ما احنا شايفين يعني لو انا كبرت الشكل ده كده اهو التراكب هنا واضح اهو دي للخارج خالص دي للخارج خالص دي الطرفين بتحها للخارج يعني الاطراف بتاعت اهي ودي للداخل خالص ودي طرف وطرف اللي جنبها هنا دي للداخل كلها طب ودي للخارج والتلاتة التانين طرف وطرف وهكذا باقي الانوع ده بنسميه تراكب سواء للسبلات او للبتلات طب ده الكأس تعالوا نبصوا مع بعض بقى على التويج اللي هو الملون المحيط التاني التويج ده وحداته اسمها بتلات وده مسئولة عن جذب الحشرات تعالوا نشوف بقى اشكاله هنلاقي اشكال متنوع على الحقيقة انا حطت رسمتين جمع بعض ده من مرجع ودي من مرجع تاني فحنلاقي مسلا هنا الشكل ده هو عامل زي الامع قمعي ادي الازهار بتاعته هي قمعية بالشكل ده بيوصف الشكل بتاعها يعني هنا شكل فراشي عامل زي الفراشة اهو بالشكل ده عامل زي الفراشة حتى لما بنفسص وبنقطع الورقة بنفككها بككها خالص اللي هي البتلات بنلاقيها عاملة زي الفراشة اهو الشكل اللي قدامنا ده ده شكل فراشي فيه شكل جرسي اه اللي هو جزء ده بصرف النظر عن لونها دلوقتي يعني اهو ده عاملة زي الجرس اهي فيه شكل تاني عامل زي الفم يعنى زي الشفة بنسميها الشفاوية اهو الظهرة دي اللي هي تعز لابيتي يعني فيه دائرية روتيت اهو الجزء ده كده الطريق في أنبوبة بس فوق روتيت من فوق خالص اهو لو بصينا الايها انبوبة ومن فوق خالص ده عامة زي الدايرة مفتوحة بالشكل ده كده نيه بقى انبوبية لغاية الاخر ما فيش فيها الجزء ده ايه اللي فوق ده اللي هو بيسموها تشوبلر اهي بالشكل ده كده اهي تعال نشوف الشكل تاني اللي هو كانبيوليت او الجرسي اللي احنا ده بقى ده الجزء البلاوة اللي احنا شفناه طب تعال نشوف هنا بقى اللي هو البرسونيت زي زي الفم او اهو بالشكل ده كده سعب بيسموها حنك السبع هنا شكله تاني س finals خلاص دي مهمازي اخو ده اسمه مهماز طبعا دي شريطية اللي هي بتاعة دوار الشمس اهي بالشكل ده كده اهي طب فيه اشكال تانية اه لو بصنا كده انا للمرجع التاني هتلاقي فيه باحاطة نفس النباتات تحت مسمية تانية يعني هنا مسلا نضيف نوع موجود في احد الازهار بالشكل ده ان فيه زوائد للداخل بالمنظر ده البتلات فيها زوائد بتحيط بالترتيبات الداخلية لها الازدية والكرابل ده من حيث الشكل التراكب نفس الكلام اللي قلناها على السبلات بنقوله على البتلات طب في ايه تاني الالتحام تعالوا نشوف بقى البتلات لما تكون ملتحمة وسائبة اهي بتلات سائبة وبتلات بتبقى ملتحمة بالنسبة لعددها نفس الكلام يبقى الشرح تقريبا واحد باستثناء الاشكال اللي احنا قلناها بتاعة البتلات تعالوا مع بعض بقى نروح على المحيط التالت اللي هو طوع او الاندريسيام اللي هو مسؤولة عن التكاثر الجنسي هو تعتبر التلكيب المذكر بنقول هنا ان الطلع ده وحداته الازدية او بنشوف عددها وترتبها الاخر احنا قلنا من شوية ان في موضوع التطور وانا ما بحبش اخش فيه الحقيقة ان اي محيط من الاربعة سواء السبلات البتلات الازدية او الكرابل عبارة عن اوراق حنيجي نشوف هنا مع بعض بيقول ان في عريات البزور والنباتات الاقل التطورة من النباتات الزهرية كانت وحدات التكاثر المذكرة كانت موجودة على الاوراق عشان تسمينها اوراق معراق عشان اللي هو البويضات كانت موجودة للخارج يعني ابتدى مع الوقت طبعا هو رسم لي هنا اقطاع مع الوقت ابتدت يحصل ايه يحصل اختزال في الورقة نفسها لكن الاجزاء او الاكياس اللي شايلة الحبوب اللقاح او كده كانت عملية للموتوك وجزء الورقة ده اللي هو عمل الخيط يعني تحورت من شكل ورقة عليها وحدات التكاثر او الامواق او كده لا اتحولت الى الشكل اللي هو موجود في شكل الازدية ده يعني ده اللي هو بيتكلمون في موضوع التطور يعني بنجي نشوف اول صفة من صفات الازدية احنا قلنا الملون ده اللي انا عمله سواء بين اللون البنافسية او كده والاحمر ده دي اللي هي البتلاتي الازدية بلا انا بشوفها من فوق ممكن تبقى في موحيط واحد يعني في دايرة واحدة او اكتر احنا هنا هنبص على الدايرة الخارجية فالاقي ايه الاقي يا اما المحيط الخارجي الاقي هنا طبعا انا هنا بشوف من فوق مش هشوف غلال الموتوك بس ايا كان شكلها يعني الاقي ان الموتوك دي بتأسف الازدية بالتبادل مع البتلات يعني السوداء دي اهي موجودة مبين بتلتين كل واحدة مبين بتلتين تمام يجي المحيط اللي بعده بالتبادل طب هنا لا هنلاقي البتلة الا حمراء دي هنلاقي المحيط ده ماشي معها يعني متقابل معها اهو مش بالتبادل لا متقابل معها المحيط الخارجي امام ايه امال البتلات دي صفة تصنيفية اه صفة تصنيفية يعني زي لو بصنا هنا كده اهي هنبص نلاقي ان الازدية موجودة ما بين اللي اتنين مش اصادها ادي البتلة بتلة هنا مفيش حاجة اصادها هنا موجودة ما بين اللي اتنين طيب دي صفة من صفة تصنيفية تعالى نشوف بقى الخيط الخيط ده اللي هو بيحمل الموتوك في الاخر اللي في حبوب اللقاع الخيط ده ممكن احنا قلنا هو للداخل من البتلات فممكن نلاقيه غير ملتحم يعني طالع لحاله من على التخت او نلاقيه ملتحم مع البتلات زي ما احنا شايفين اهم سواء بالكامل او جزء منه فده بنسميه فوق بتلية ليه بقى فوقها طالع كأنه طالع من فوقها هو الحقيقة بيبقى فيه جزء منه ملتحم به البتلات فبنسميه قزدية فوق بتلية طيب ده بالنسبة لاتحمها مع البتلات طب الاتحم بقى القزدية مع بعض هنجي نلاقي بقى ايه اما بتكون خلاص سايبة خالص مفيش اتحمة بينها او بنلاقي القزدية يحصل ايه الخيوط بتاعتها تلتحم مع بعض عشان تعمل امبوبة زي ما احنا شايفين كده اهو عملت امبوبة الخيوط التحمت لكن الموتك سايبة زي ما احنا شايفين وبقت بتحيد بالجزء اللي في النص اللي هو ايه الكربلة اهو انا مكبر شوية هنا خلاص الامبوبة ايه وادي جزء اخر جزء من الخيط وشايل ايه الموتك بالشكل ده كده عشان يحب مين دول عبارة عن المياسم بتاعت الكراب اللي هنشوفها حالا دلوقتي طيب النوع التاني بقى ده بيسموها امبوبة سودائية لانه كلهم بالكامل طب لو كلهم ما عادة واحدة فبنسميها سائبة السوداء او زي ما احنا شايفين كلهم اتجمعوا مع بعض ما عادة واحدة لوحدها هنا او بنلاقي انه هما كل مجموعة عملت لي ايه اللي هو عديد العديد الاسدية يعني زي ما احنا شايفين تلاتة اربعة التحموا مع بعض تلاتة اربعة مع بعض فعطني الشكل زي ما احنا شايفين ادي مجموعة ادي مجموعة تانية وفي الخلف في مجموعة تانية اهو هنا بالشكل ده كده او بيحصل ان الاسدية الالتحام بتاعها بيكون بالموتك فقط لكن الخيوط سايبة هي حلقة بالشكل ده كده ادي الخيوط سايبة والالتحام حصل فوق ادي الخيوط سايبة والالتحام حصل فين? فوق هنا. اهو نفس الكلام. الخيوط سايبة والالتحام حصل بالاي? بالموتوك. عشان كده بسموها انبوبة متكية. نتيجة الموتوك يعني. او بتكون الايه كله بقى التحم مع بعض. يعني ايه? بالخيوط والموتوك كلهم ملتحمين مع بعض. زي الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. الخيوط التحمت وكمان الموتوك بالشكل ده كده. في شكل تاني اه الشكل يعلمين ده. بالمناسبة على اليسار دي الظهرة مؤنسة وطبعا العلمين دي الظهرة المذكر يعني هنا واضح ان في نوعين من الازهار يعني طب ده التحام الازدية معنا دي حاجة تانية ايو يتبقى عندي الموتوك اللي هو في حبوب اللقاح اه ده برضو يا اما بنشوف شكلها عامل ازاي بنشوف التحامها زي ما احنا حنشوف دلوقتي كده فبنلاقي الخيط بيكون الموتوك ده طالع على الخيط بالشكل ده بنسميه شكل قاعد زي ما احنا شايفين كده اهو الخيط اهو وقادي الموتوك فوق منه اهو بالشكل ده او نلاقي الخيط امتد ما بين الفصوص جوه فبنسميه طولي خلاص الصورة ليه مش موجود ليه صورة معي يعني او بيكون الخيط موجود في ايه في الظهر في الخلف هنا فبنسميه يعني متسبت من الخلف زي ما اهو بالشكل ده كده هنا اهو وانا مكبر الصورة هنا من الخلف من هنا او بيكون متحرك يعني نلاقي الفصوص سايبة شوية وبنلاقي يقدر يتحركه بيسميه فيرستايل او متحرك او متباعد يعني بنلاقي اتقسم هنا بحيث في زائدة تمسك او تشيل الموتوك وآآ فص من الموتوك وزائدة تانية تشيل فصة اخر احيان بيكون بقى حصل الخيط ده بقى فيه امتداد يشيل الفصين بعيد عن بعض ليه ده بيحصل غالبا لما بيكون فيه فص منهم متوك آآ فرطايل او آآ خزب يعني فيه حبوب لقاح والتاني بيكون ضامر بيكون غير فعاد غير ناشط يعني لو واحنا بصنا في الظهر هدي كده حنلاقي اهو فيه استيمز تحت اهي هنا بقى مش مش فص وفص لا ده فينا بعض الاستيمز كلها على بعضها بيسموها استامينويد اللي هي شايلين ايه الموتوك بالمنظر ده كده الازدية اللي تحت دي ازدية عقيمة غير فعال طب نيجي للحاجة الاخيرة بقى فاضل ايه احنا شفنا كده تلات ايه محيطات فاضل المحيط الاخير اللي هو المتاع آآ اللي هو ايه الكرابل عايزين نشوف عددها وكذا 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 الكربالة دي لو احنا بصنا كده اهو بنلاقي يحصل ايه هنشوف التطور بتاعها جيه ازاي هنشوف الاول التطور بتاعها زي ما حصل بيقولك ايه اللي حصل في التطور ان هوا برضو كانت البويضات موجودة على ورقة بالشكل ده كده حصل مع الوقت حصل شبه التفاف بالمنظر ده فالبويضات موجودة على الحواف لما قفلت خالص هنا دي معارات البزور او المعارات البويضات اللي هي هتبقى بزور بعده كده يعني هنا بقت مقفولة اول ما تقفلت سموا الجزء الورقة اللي تقفلت وجواها البويضات كربالة بقت اسمها كربالة بالشكل ده طب لو ورقة واحدة هي اللي اتقفلت هتبقى كربلة واحدة طب لو اكتر من ورقة والتحموا مع بعض فبتبقى عدة كرابل ملتحمة زي ده الشخ اللي هشايفينه لما نيجي نقطع بيها بالعرض هكون بالشخ ده اهو ده ده رسمة اخر ادي الورقة هنا و ادي البويضات بالشخ ده كده هنلاحظ بس حاجة الخط الصغير ده اللي شايل البويضة للورقة ده مهم جدا ليه هنعرف دلوقتي حالي الورقة هي لو قطعنا فيها مفلطحة بالشخ ده مفرودة البزور او البويضات عارية غير مغطاة لسه هنا ما حصلش التحم لما تقفلت بالكامل بقى دي اسمها كربلة خلاص وعبرة عن حجرة واحدة و ادي البويضات بالشكل ده موجودة فين على الحافة طب ده خيل بقى ان ده حصل بدل ورقة واحدة تلات ورقات بالشكل ده كده اهم بس لسه ما التحموش بالشكل ده كده اهم كده التحموا طب هيبقى شكلهم ايه زي ما احنا شايفين هنا كده دول تلات كرابل اهم ادي كربلة ادي التانية ادي التالتة وكل واحدة شايلة البويضات بتاعتها على الحافة بتاعتها طيب نيجي هنا ده اللي بيسموه بقى الوضع المشيمي اه حنعرف دلوقتي حايد طيب هنا اللي حصل ايه الفرق بين الشكلين دول ايه لو انت ده ايه الملاحظة بقى هنا الورقة الحافة بتاعتها هنا وهنا امال هنا حصل ايه لا ده الورقة الحافة بتاعتها امتدت للداخل دخلت لجوة دخلت لجوة دخلت لجوة لكن لسه حجرة واحدة ولسه ما حصلش اي تغيير ليه بيقولوا كده عشان لما تمتد بالكامل للداخل اهو هتلتقي في النص يعني الحواف بتاعت دي اهتقفلت وهنا فقفلوا في النصة عملوا محور فالبويضات بقت كأنها طلع من المحور ده بالشكل ده فبنسميه محوري زي ما حنشوف دلوقتي كده يعني ده وضع مشيمي بالشكل ايه هي المشيمة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي مكان اتصال البويضة بالمبيض طبعا دي هنا الورقة لكن المبيض اللي هو تقفل هنا اهو لو انا بصت كده مكان الخروج هنا مكان الخروج بتاعت البويضة فين في المحور طب هنا على الجدار وزي ما حنشوف الاوضاع المشيمية قبل ما حنخش الاوضاع المشيمية لازم بنتكلم الاول الكرابل دي اللي احنا قلنا عليه دي كربلة واحدة اللي عليمين دي هنا بتكون كرابل منفصلة ملتحموش اهو زي ما انتم شايتين في ظهرة دي كده ادي كربلة كل واحدة من دول كربلة وده هنا القلم والميسم صغير مش هنشوفه طبعا طبعا يبقى ده منفصل الكرابل طيب احيانا بقى الكرابل دي هتلتحم اه تلتحم ازاي اما المبيض بس اللي يلتحم بتاحهم كلهم ويتبقى الاقلام والميسم غير ملتحمة او بيلتحموا كلهم بالكامل ودي ايه بالشكل ده كده تمام خلاص هنا بقى طب الحلال ييمين دي ده كل عبارة عن مبيض طب فين القلم اختفى ويأصبح هنا الكربلة دي بلا اقلام يعني المبيض وبينتهي بالميسم هنا على طول طيب ايه تاني عايزين نتكلم عنه عايزين نتكلم حضرتك على اه مش احنا قلنا التخت ممكن يكون مقاعر او محدب او كذا اه هنا بقى لو التخت عادي منتفخ بالشكل ده كده وكل المحيطات موجودة هنا بقى لو انت بصيت كده اعلى واحد فيهم فين كلمة محيطات الظهر ادي الكأس تحتهم وادي البتلات وادي الاسداء اما المين اللي فوق الاوفري المبيض ده اهو المبيض فوق يعني لو انا رسمت خط كده هو اعلاهم يبقى المبيض هنا علوي يبقى الظهر اقصد بالظهر بقيت المحيطات فيما عاد المبيض الكربلة يعني يبقى هنا المحيطات دي كلها تحت عشان كده بيسميها ظهر سفلية زي ما احنا لو بصينا كده هنلاقيا ظهر سفلية ده نمازج ليها يعني ايه ظهر سفلية يعني المبيض الرئي guardians هنلا بالقربة لتحت طب تعالة هنا هنا الحقيقة بيبقى فيه شكله هنا بقى طب مي واحد يقول لي هنا الظهره دي فوق كده لا طالما الجزء اللي زائد ده الجزء البنفسي اللي انا رسمته ده بيسموه هايبانثيام اللي هو امتداد من الريسبتيكل او التاخت الريسبتيكل ده او التاخت خلاص ده امتداد ليه طالما ما التحمش بالميبيض لو انا فردته يمين ويسار هيبقى كلهم على مستوى واحد بقى دي زهرة ايه محيطية زي الامثال اللي موجودة عندنا دي كلها زهرة محيطية اهو ده هايبانثيام بس مش ملتحم بالميبيض هنا زهرة محيطية عادية هنا فيها هايبانثيام هنا فيها بس مش ملتحم وهكذا لو حصل بقى التحام هنا المبيض بقى سفلي والزهرة علوية يبقى هنا دي زهرة محيطية والعليمين دي زهرة ايه علوية لان المبيض بقى فين تحت بقى غائر والتحم بالزوائد بتاعت التخت اللي بيسموها هايبانثيام طب احيانا بيحصل ايه احيانا بيحصل بيبقى فيه زائدة من التخت بترفع بعض المحيطات الزهرية يعني ألاقي التاخت أهو في جزء أنبوبة كده رفعت المبيض لوحده أهو زي الصورة اللي هنا أهو ففي الحالة دي بيسميها إيه؟ ده بيسميه جاينوفور أو كاربوفول يعني زائدة أو حامل المبيض لأنه بيحمل المبيض بس أو حامل الكرابل ألاقي نفس في نباتات تانية طبعا الأزهار تحت هنا ألاقي في نباتات تانية الزائدة دي أو الامتداد ده أو الأنبوبة دي بتشيل اللي اتنين عشان كده بنسميه أندرو جاي من الأندريسيام اللي هو المذكر جاينو من الجاي نيسيام اللي هو المؤنس فور حامل حامل أعضاء التكاثر المذكرة والمؤنس تمام؟ طب وهنا إزاي ده شايلة الأعضاء التكاثر المذكرة فقط عشان كده بنسميه أندرو فور وحسب بها أنواع الأزهار زي ما احنا شايفين أهو زي هنا كده أنبوبة شايلة إيه؟ شايفين الستيمينز أهي؟ في أنبوبة شايلهم رفعاهم هنا هنلاقي الأنبوبة شايلة الأنبوبة دي شايلة الأجزاء اللي هي اللي أسدية وشايلة المبيض أول أول كربال خلاص؟ هنا المبيض بس هو اللي متشال أشكال كثيرة ودي بنشوفها في الأزهار اللي هنتفحص ونفحصها في القطاعات وكامثلة للعائلات اللي احنا هناخدها نيجي بنتكلم على هناخد من هنا من فوق الأول اشمعنا عشان أبسط شوية المياسم اللي فوق اللي احنا قلنا عارفين الطبق اللي هو الدش اللي بيستقبل الإرسال أهو ده نفس الحاج جايد المياسم ده هو الطبق الصغير اللي هيستقبل حبوب اللقاح بأشكالها بقى المتنوعة بسموها شكل هامي ريشي قرصي ثنائية شعاعية دي مجرد توصيف لأشكال يعني أشكالها أهو نتفرج مع بعض كده هادي بصوا هنا عاملة ازاي؟ مشقوقة من فوق وعليها هيرزة أو شعاعات ده شكل من الأشكال هنا مشقوقة اتنين وبرضو عليها شعاعات طيب نيجي نبص هنا بص عاملة ازاي؟ لكنها عاملة زي البتلات بص هنا عاملة زي الخيوط ومتفرعة نيجي نبص هنا مشقوقة اتنين هنا نبص تلاتة ثلاثية أهي نيجي نبص هنا عاملة زي القطيفة ثلاثية طب والحقيقة نقدر من العدد ده بيسهل لي انها ادراعة عدد الكرابل يعني الى حد ما ادي شكل اخر بالشكل ده شعاعية واضح عليها شعاعات وكمان ملتصق عليها حبوب لقاح هنا عاملة زي شكل هامة بالشكل ده زي الغطب الشكل ده هنا اهي بتقسمة الافرع وبرضو عليها هيرزة أو الشعاعات هنا اللي هو الشكل اللي عامل زي النجمة بالمنظر ده كده يبقى دي كلها اشكال بنصف بيها ليه انا بقول كده هتلاحظ ان الجزء ده او تركيب الزهرة فيه صفات كتير جدا في كل جزء من اجزاؤه فيه صفات كتير وعشان كده كان يكفي لوحده تقريبا لتصديف النباتات الزهرية طب احنا الميسم ده مش المفروض ماسك في قلم اه وبعدين في المبيض احنا الميسم خلاص المياسم خدناه تعال بقى نشوف الميسم والقلم القلم ده اللي هو شايل الميسم حاجة من اتنين يا اما طالع على امتداد المبيض ده بيسمونه طرفي او قمي يعني القلم طالع من طرف متصل بطرف المبيض او من الجنب يبا يسموه جانبي او بيكون المبيض مفصص بالشكل ده وهو طالع من جوه زي الشكل ده اه الاربع فصوص بتوع المبيض الاربع حجرات هو طالع من جوه فده بيسموه قاعدي او جاينو بيزك من قاعدة الجاينيسيام بالشكل ده كده ده اللي هو القلم واتصلوا بالمبيض تعال بقى ننزل هنا تحت طيب طيب ناخد البويضات الاول هو احنا قلنا المبيض جوه بويضات سواء بويضة او اكتر البويضات بيصنفوها اه بتنمض التصنيف برضو ايوه اللي بيحصل اللي بيحصل الفتحة اللي هنا دي وده الجزء المشيمة اللي متصل بجدار المبيض اللي انا بشعر عليه ده ازا كانوا الاتنين على امتداد واحد والفتحة الفوق كده بيسموها بويضة مستقيمة البويضة دي الجزء ده لفت بقت الفتحة جنب الجزء بتاع المشيمة من هنا يعني دي يعني دي لفت بالشكل ده كده وجات هنا لفت اهو بقت ملفوفة بيسموها بويضة منعكسة عشان الفتحة بدل ما تبقى على استقامة واحدة لا دي جات جنب ايه كأنها ايه لفت اللفة ايه دي هنا فوق ده على استقامة واحدة فدي جات انها جات مية وتمين درج رغت لما جات جنب هنا طيب ده احيانا كمان بقى بتلف لفة غريبة شوية اهي كأنها تلت بقى ستيب بسموها عشان كي بسموها ملفوفة يعني ايه هنلاحظ ان الفتحة اهي لفوق يعني في وضع الطبيعي بس مش الوضع الطبيعي بقى لي لانها اساسا لفت لفة كاملة عشان ترجع الوضعها الطبيعي بالشكل ده اللي هو الفوق يعني اللي هو عكس وضع طبيعي اللي هو عكس المكان ده فبيسموها بويضة ملفوفة طيب احيانا بتكون ايه ما لفتش المية وتمينين درجة زي بويضة المنعكسة لا تسعين درجة بس فبيسموها بويضة نصف منعكسة اللي ده تسعين احيانا بتكون زي كده التسعين برضو بس شكل كده معقوف التسعين دي لو انا لسنا بتخط كده بيعدي هنا بالشكل ده بالفتحة دي وخط طولي بالجزء ده اللي هو بتصال المشيمة ده هيبقى عمودين على بعض هنا لا الخط العمودي اهو ودي لفة شوية بالشكل ده معقوفة متنية وهنا العليمين دي كلوية زي شكل القلية او اللي هي الكلية بتاعت البناء ادم او الحيوانات يعني نيجي هنا بقى نيجي هنا هنتكلم على احنا احنا قلنا لفتنا النظر ان الجزء ده الرفيع او الخط الرفيع اللي شايل المويضة او على الجدار بتاع المبيض او داخل المبيض اللي هو المشيمة مكان اتصل المشيمة دي زي الانسان والحيوان المشيمة هي اتصل البويضة بجدار الرحم مثلا في الحيوان هنا جدار المبيض طيب المبيض بتاع اللي زهرة احنا قلنا المبيض في بويضات طب لما يحصل تلقيح واخصاب ايه بقى اللي هيحصل الحبوب اللقاح هتندمج مع البويضات ساعتها مش هتبقى اسمها بويضة بقى البويضة ساعتها هتبقى اتنين يعني اشتنقية المجموعة الصبغية وهتبقى بزرة وساعتها مش هتبقى اسمه مبيض هو اسمه مبيض عشان في بويضات طب لما بقت بزرة لا خلاص المبيض هيكبر في الحج ويبقى ثمرة فسواء اطعت في المبيض خلاص اقدر اشوف توزيع البويضات جوه طب لو المبيض صغير اقدر اشوف ده فين في الثمر زي هنا مثلا لما لاقي الشكل ده كده طبعا الوضع المشمي ده حيبقى لي فيديو مستقل هو التلقيح والاخصاب بلاقي ده واضح انه كربلة واحدة يعني دي جاية كانت ورقة واحدة دي كربلة واحدة فراغ واحد ودي البويضات هنا فيسموها ايه وضع ماشيمي حافي يعني على الحافة لو انا خدت بالطول زي البسلة وزي الفول وكذا اهو طبعا ده مش مين وش مين لان لما اطعت هنا ده في مكان واحد هو طبعا عشان اطعت مكان الايه الجدار فده في صف واحد بس او ملتحم بدليل انا لو اطعت في تي اس او مقطع اه عرضي هلاقيه بالشكل فراغ واحدة هو وكلهم طلعين صف واحد وفين ادي البلاسينتا بالشكل ده كده ده ليا الماشيمة ودي مين السيد مش البويضة لا ده خلاص حصل التلقيح طيب اذا كان بقى بدل فراغ واحد بس بدل فحفة واحدة لا ده في ثلاث اماكن يبقى دول كم كربلة تلاتة فين اجي واحدة هي واجي واحدة هي واجي واحدة فيه ثلاث اماكن للبلاسنتيشن فدي بيسموها جدار ايه وضع ماشيمي جداري طيب في الوضع ده هنا لما حصل امتداد للجدار والتحمه وعمله محور بقى وضع ماشيمي محوري اهو يعني زي الزهرة اللي جنبه كده وضع ماشيمي محوري طب تعال نشوف بقى هنا لو المحور ده المحور ده بدء من فوق لتحت لو مواصلش لغاية القمة فوق يعني كان متصل تحت هنا خلاص بس فوق مفيش اتصال لما اجي بقى هاشوفه ده بتسميه مركزي سائب للفرق بين الاتنين ايه المحوري زي ما انت شايف اكتر من حجرة بتقسمين انما هنا لا كل الجدر دي ده بتخلاص اتحللت او هو في التطور بيقوله لكن مش في نفس النبات لا النباتات التانية جات ازاي ان الجدر دي مش موجودة فبقى اصبح هنا ايه مركزي طب لو كان المحور مش وصل لغاية فوق بيسميه مركزي سائب وده حنقوله في بعد كده لو كان البويضات سواء بويضة واحدة واكتر طالعين من القمة يبقى ده وضع مشيمي قمي ولو من تحت يبقى قاعدي هنا طبعا ده وضع بيسموه او يعني شريتي ده وضع خاص شوية يعني القاعد اهو زي ما احنا هنشوف هنا البويضات اهي مش تتبس فيش بويضات عادي هنا طلع من القاع من متأسف من القاعدة وقادي القاعدة البلاسينتا هنا وده وضع مشيمي قاعد تعال نبص بقى هن اهو الحافي او المارجنال اهو في القطاع الطولي اهو بالشكل ده طب لو انا خدت قطاع عرض ممكن تكون بزرق واحدة او اكتر اهو طبعا اللي انا قطع فيهم دول الصور دي مش صور مبيض دي صور ثمرة وطبعا دي بتبقى اسهل بقى في التعرف على الوضع المشيم تبقى شيء جميل طب النوع التاني ده بقى اللي هو المحواري سواء كان حجرتين او ثلاثة او اكتر وده القطاع الطولي او الالي اس اهو بالشكل ده ثلاث حجرات اهو ده قطاع طبعا بالعرض ده ادي المحوره والبلسينتا و ادي المحواري هنا زي الفلفل مثلا حجرتين بالشكل ده بعض انواع الفلفل يعني هنا كم حجرة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة يبقى خمس كرابل ودي البويضات بالشكل ده هنا دي عامنا زي البامية مثلا اهي بالشكل ده كده مثلا يعني ادي المحور اهو كم حجرة واحد اتنين ثلاثة اربعة وهتقعد عد بقى يبقى ده محواري هنا ده اهو نفس الحكاية بالشكل ده كده كده زي الطماطم ادي حجرتين وكي اكتراتها او اربعة واصلة لغاية قمة مين مش واصلة لغاية القمة بتاعة مين المبيض اهو فبالتالي فوق مش واصلة فده بنسميه بقى يعني ده لو كان واصل لغاية فوق كان يبقى كان يبقى مركزي لكن عشان مش واصل لغاية فوق هو مركزي برضو ليه لان حجرة واحدة مركزي طب بس مش واصل لغاية فوق البلاسينتا دي مش واصل لغاية فوق فبنسميها مركزي إيه؟ سائب في الفلاهوب ألوانه ألوانه وهنا ثلاث حجرات أربع حجرات أيا كان وهو هذه البلاسينتا فين البلاسينتا؟ أهي اللي هي دي مش وصلة لغاية الآخر فبنسميه مركزي سائب مركزي سائب طيب أحيانا بيحصل إيه بقى؟ لو أنت بصيت معايا هنا كده بيحصل امتداد من الجدار وهنا امتداد من الجدار بس ما يلتقوش في النص ولا حاجة خلاص؟ بس البوايضات هي اللي بقت في النص وسائبته بقى كبيرة وطبعا هنا فيه جزء لحمي فلشي فإحنا يتهيانا كأن كأن الوضع المشيمي مركزي لكن لا لو أنا دقات حلائق المشيمة فين في الجدار فده بيسموه جداري البوايضات مالية في النص أهي لكن مكان خروجه هو اللي يهم من أهي طلع من هنا أهي البلاسينتا أهي نفس الكلام هنا كم بلاسينتا؟ أجي واحدة اتنين تلاتة أما كان الخروج تلاتة نفس الشيء الخيار أو أو الكنتالوب مثلا أو كده نفس الكلام أهي أهي ده جداري ولل حصل إيه؟ شايفين الجداري بنفسي جداري؟ حصل امتداد هنا أهي ولافف هنا الشاي للبوايضات دي ولافف النحة التانية والشاي للبوايضات دي بالشاخ ده نفس الكلام الامتداد جاء من هنا أهو ولف شال دول وشال دول يعني دول جايين من امتداد الجدار فده بنسميه جداري خلاص؟ برايتل سواء أيا كان الشكل بتاعه بكده بنكون اتكلمنا عن الظهرة بالكامل بمحيطاتها بتركباتها في صفحة واحدة زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كل جزء من دول إن شاء الله حيبقى دي جزء مستقل فيديو مستقل بس حبيتي بقى في تلخيص للجزء بتاع المقرر ده إن شاء الله إن كنت أحسنت فمن الله وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى إن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا رياء أو سمعة يا رب وقيد لنا من يدعو لنا بظهر الغيب دون أن يعرفنا وإلى أن نلتقي إن شاء الله في بيديو قادم بمشيئة الله أترككم في رعاية الله وأمانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته